يستمر مسلسل الأخذ والرد ما بين نجم برشلونة السابق بكي وأيضا شكيرة شركة حياته السابقة عقب إطلاقها أغنية حملت تلميحة تهكمية بحق مدافع البارسة السابق هنا انشغلت مواقع التواصل بمسلسل ما بين الرد ما بين النجمين ظهر بكي بسيارة من نوع توينغو مثل تلك التي تحدثت عنها شكيرة في الأغنية الخاصة بها طبعا التي كانت مكرسة من أجل الهجوم على اللاعب بكي أيضا خرج بكي في فيديو قبلها وأكد أنه توصل الاتفاق مع شركة الساعة كاسيو التي يرتديها الآن في هذه الصورة من أجل رعاية دوري كانجرز لاجو الذي ينظمه بنفسه هنا طبعا حققت أغنية شكيرة التي تتوجه بالانتقادات الذي عالي بكي بها أعلى أرقام قياسية بفترة وجيزة وقليلة أيضا حيث وصلت ما يقارب المئة مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة طبعا جاءت هذه الأغنية في تعاون فني ما بين شكيرة ومناسق أيضا الأغاني والتي قالت فيها أنها أيضا تساوي امرأتين تبلغ من العمر 22 سنة ومشيرة أيضا إلى أنه استبدل الفراري بسيارة رينو وأيضا استبدل ساعة الرولكس بساعة كاسيو ومن كل هذه المناوشات الإعلامية ما بين شكيرة ومكي المستفيد طبعا الوحيد الذي كان من كل هذه الأمور هي شركة السيارات والساعات التي تم ذكرها في هذه الأغنية من باب الدعاية لهما عن قصد ترجمة نانسي قنقر